هذا وأكدت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد هو أول أيام شهر رمضان المبارك ويأتي هذا بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير وحوطة إصدار في السعودية وأعلنت كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن أن غدا أول يوم لشهر رمضان فيما أعلنت سلطنة عمان أن شهر رمضان سيبدأ في أراضيها يوم الأربعاء الرابع عشر الشهر الجاري ليكون غدا ثلاثاء هو المكمل لثلاثين من شهر شعبا بعد أن تعذرت السلطات المعنية عن رؤية هلال رمضان هذا وأعلنت قيادة قوات أمن العمر في مكة المكرمة أنه تمت الموافقة على شروط محددة لضمان سلامة المعتمرين في شهر رمضان المبارك وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن العمر ذكروا فيه ما حققته القوات من نجاحات كبيرة العام الماضي كاشفين عن خطة أمنية للمسجد الحرام تتمثل بعدم السماح بالوصول إلى الحرام المكي بدون تصريح مع رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة كما أوضحوا أنه تم تحديد المسارات للمعتمرين والمصلين لضمان التباعد الاجتماعي وتكثيف تواجد العناصر الأمنية